أهلا بكم تقوم العلاقات بين مصر وأذربيجان على أساس قوي من التماثل والتقارب فشعباء البلدين تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة وموقع جغرافي واستراتيجي هام لكل منهما في منطقته ولذا ليست مصادفة أن تكون مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر عام 1991 لتكتمل تلك الخطوة بتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما في أبريل عام 1992 وجاءت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس أذربيجان الراحل حيدر عليف إلى القاهرة في عام 1994 لتعطي دفعة قوية لمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين ازدادت تلك العلاقة متانة ورسوخا في ظل الرؤية الثاقبة التي يحملها قادة البلدين حاليا بشأن أهمية العمل على تعزيز التفاهم والتعاون بين بلدهما تلك الرؤية التي انعكست على ما اتخذته حكومتها البلدين من قرارات أسهمت في توسيع مجالات التعاون حيث كان في مقدمتها الاتفاق الحكومي بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحامل جوازات الصفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة العلاقات الوثيقة بين القاهرة وباكون عكست على ارتفاع حجم التبادل التجاري كما أسهمت الاتفاقات الموقعة بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقية تعاون الاقتصادي والعلمي والفني في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحم العلاقات الثقافية تعد أيضا أبرز ملامح العلاقات المصرية الأذارية وقد سجلت تلك العلاقات طفرة بعد استقلال أذربيجان حيث وقعت البلدان عدة اتفاقات مثل اتفاقية التعاون الثقافي واتفاقية حول تأسيس المراكز العالمية الثقافية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا مجزا للعلاقات المصرية الأذارية شكرا لتيب المتابعة